موسيقى نستعد والزميل هنايف ايضا يستعد واللجان المنظمة ايضا تستعد لتعلن عن انطلاقة الشوط الثالث لفئة الابكار وضمن تسعيرة الفحيدي نشكر نادي دبي ايضا على هذا البرنامج الذي وضع لهذه الهجن مشاهدين متابعين الكرام شكرا للزميل سالم بالركاض العليل لتتواصل الانطلاقات والتحديات على ارضية هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الاصيلة شوطن الثالث مخصصا لفئة الابكار ضمن تسعيرة الفحيدي مباشرة ابدأ مع الصدارة ليجد المتحدة محمد بن راشد بن مرخان الاكتبي من يتقدم على المركز الاول وعلى الصدارة الأولى المركز الثاني العنود بطي بن شهيل بن سعيد بن دليوي الاكتبي ليقدم لنا العنود القادمة على المركز الثالث غزر ناصر بن حمد بن سعيد المنصوري يقدم لنا غزر على المركز الثالث المركز الرابع الهائلة سعود بن علي بن سعيد بن راشد النعيم والقادمة الشبابية عبدالله بن سعيد بن راشد الشمطي الاكتبي ولكن بن مرخان لكن بن مرخان على المركز الاول وصلت الشبابية وصلت الشبابية وصلت على المركز الثاني بدأت تبدل من مركز لمركز عينها على الصدارة الشمطية وأيضاً الغادم بالخزينة والغادم بالضبيعة خليفة بن سالم بالضبيعة الكتبية ليقدم لنا طيف ليقدم لنا طيف أوصلت لسامية الله يا هذا الصراع الله يا هذا الصراع باللحظات الأخيرة الشبابية وبن مارخان الشبابية الشمطي الكتبية روح الشمطي روح مع سلالة الشبابية مع سلالة الشبابية عبد الله بن سعيد الشمطي الكتبي روح بالسلامات غادر باللحظات الأخيرة شوف الغادم أيضا الهيق لايد مشعل الشعالي العليلي باللحظات الأخيرة يا العليلي سلام يا فليلم على سلام المركز الثاني اللي وصلت أيضا لبن مرخانة والشبابية عبدالله مسعيد الشمطي وشعار بن مرخانة كانت دخول جماعي تهانين والناموز للشعالي على فوز قلايد أتت باللحظات الأخيرة وكانت البطلة قلايد مشعل بن راشد من سيف الشعالي العليلي توقيت تدقيقتين 11 ثانية تهانين والناموز على هذا الفوز والانتصار وانتزاع قلايد للمركز الأول سلام يا قلايد سلام مشكور يا الشعالي مشكور مشعل بن راشد من سيف الشعالي أشعلها بالأمتار الأخيرة وكان البطل في الرمغ الأخير تهانين والناموز والسلام شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة